الهدف الأول تحقيق منطقة آمنة الهدف الثاني القضاء على المشروع الحلم الانفصالي الكردي البكيكا الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بتصوري تركيا سدت له ضربتين قاضيتين الضربة الأولى عندما حررت عفرين عفرين هي النقطة التي كان يحلمون أن يوصلوا بها إلى البحر المتوسط الهدف الثاني الآن هو عملية زلق قوات الانفصالي إلى ما بعد 32 كم أنا أبني المنطقة أحب أن أفسر ماذا يعني هذا الأمر إدخال قوات الانفصالية البكيكا إلى عمق ما بعد 32 كم فما بعد ستكون ضمن مناطق ذات أكسرية عربية وليست مناطق ذات قرى كردية وبالتالي لا يوجد أي حاضنة مجتمعية لمشروع الحلم الانفصالي لهم هم إذا كانوا يحلمون بالانفصال على أرضهم المزعومة التي تكون في منطقة عين العرب بدخول في الأراضي السورية وفي منطقة قامشلي امتداد أي لا تمتد عمق أكسر من 32 كم الآن يعني أفهم منك بس لا أفهم منك أن انسحاب هذه الميليشيات الانفصالية بعمق 32 كم ستصبح يعني عملية نهاية هذه الميليشيات ستصبح في أراضي عربية ليست في أراضي كردستان التي يحلمون بها روج آفا لا تمتد إلى عمق في دير الزور والرقة وليست في هذه المناطق الآن ماذا يعني وجود مرتزقة انفصاليين لديهم سلاح في مناطق ليست ذات يعني أرضهم التاريخية كما يزعمون بالتالي ليس لديهم الآن مبارليرات التي يحلمون بهذا واحد اشتركوا في القناة